ده موسع يعانة المستفيد ده موسع وعنده الملخص لشرح كتاب التوحيد ده في مجلد واحد صغير وفي شرح أيضا تيسير العزيز الحميد لسليمان ابن عبد الله أهل الشيخ وده من أول الشروحات لكتاب التوحيد أو هو أول شرح لكتاب التوحيد لكن ما كمله وفي شرح القول السديد للشيخ السعدي لكن تعليقات يسيرة ومفيدة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله وفي شرح ابطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله تعالى من علماء رحمه الله وشرحات أخرى موجودة لكن ده أشهر الشروحات فازول يحاول اشتري الكتاب معه والشرح يحضر به الدرس لو في فائدة جديدة ما مرت عليه ويقوم يكتب بالقلم في الكتاب ذاته يعلق أفضل ليك يعني آبد الردين قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وعبد الله ولا تسركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تسركوا به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وعن معاذ بن جبني رضي الله عنه قال كنت رذيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه أو أخرجاه في الصحيحين طيب قال المصنف وقوله أي وقول الله تعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا هذه الآية فيها أمر بتوحيد الألوهية وبالتوحيد عموما وفيها نهي عن الإشراك في عبادة الله عز وجل فالأمر بتوحيد الله عز وجل في قوله تعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَاعْبُدُ اللَّهَ هذا أمر بالتوحيد عموما وأمر بتوحيد الألوهية خصوصا لأن توحيد الألوهية هو ماذا؟ إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة وهنا قال الله تعالى في هذه الآية وَاعْبُدُ اللَّهَ فهذا إفراد الله بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية ولا تشرك به شيئا نهي عن ما يضاد التوحيد وهو الإشراك بالله فهذه الآية تضمنت معنى كلمة لا إله إلا الله لأن كلمة لا إله إلا الله كما بينا في الدروس السابقة هي نفي وإثبات النفي لا إله الإثبات إلا الله وهذه الآية نفي وإثبات ولكن جاء الإثبات مقدما على النفي فالإثبات في قوله تعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَالنَّفِيُّ فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَى وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إذن هذه الآية تضمنت معنى لا إله إلا الله لأن فيها النفي والإثبات هذا أولا ثانيا هذه الآية نهت عن جميع أنواع الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر وأين هذا النهي من الآية السؤال هذه الآية وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا نهت عن جميع أنواع الشرك الشرك الأكبر والشرك الأصغر أين هذا النهي من الآية شيئًا شيئًا قال العلماء بقوله تعالى شيئًا دخل جميع أنواع الشرك وكم هي أنواع الشرك؟ اثنان ما هما الشرك الأكبر والشرك الأصغر الأكبر هو المخرج من الملة المحبط لجميع الأعمال المُبِيح لصاحبه دمه أما الشرك الأصغر أما الشرك الأصغر قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وتعريفه أي الشرك الأصغر هو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركًا ولم ترد النصوص بأن صاحبه يخرج من الملة وما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركًا ولم ترد النصوص بأن صاحبه يخرج من الملة ومن أمثلة الشرك الأصغر من أمثلته الرياء قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى والرياء نوعان والرياء نوعان منه ما هو انتبه الرياء نوعان منه ما هو شرك أصغر الرياء وهو الرياء الذي يطرى على المسلم إما أن يستجيب له فيعصي الله وإما أن يحاربه فيهديه الله إلى سبيله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبوا لنا وإن الله لمع المحسنين ومنه ما هو شرك أكبر الرياء منه ما هو شرك أكبر مخرج من الملة كرياء المنافقين قال تعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فرياء المنافقين هو الشرك الأكبر لأنهم راءوا بجميع الدين بجميع الإسلام كيف راءوا بجميع الإسلام كيف ذلك أظهروا الإيمان والإسلام وهذا الرياء وأبطنوا الكفر فهذا الرياء ولكنه من نوع الرياء من جنس الرياء الأكبر المخرج من جنس الشرك الأكبر المخرج من الملة المخرج من الملة فمن أمثلة الشرك الأصغر قلنا الرياء ثانيا الحلف بغير الله إلا أن الحلف بغير الله يتحول أحيانا إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر قال العلامة العثيمين في القول المفيد بشرح كتاب التوحيد قال رحمه الله تعالى إذا اعتقد الحالف أن المحلوف به هذا الشيء الذي حلف به من دون الله اعتقد أن الذي حلف به من دون الله يساوي الله في العظمة وفي الملك وفي كذا وكذا فهذا هو الشرك الأكبر إذن الحلف بغير الله أحيانا يكون شركا أكبر وكفرا أكبر وأحيانا يكون من باب الشرك الأصغر إذا لم يعتقد هذه العقيدة وحلف بغير الله ولم يعتقد أن المحلوف بغير الله عز وجل يساوي الله سبحانه وتعالى في عظمته وملكه إلى غير ذلك فهذا هو الشرك الأصغر الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم أليس كذلك ما هو الدليل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أين الدليل من هذه الآية على أن الشرك الأكبر مخلد في نار جهنم قال العلامة الفوزان قال تعالى فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال حرم يعني منع حرم يعني منع فطالما أن الله منعه من دخول الجنة إذن لن يدخل الجنة لأن الله منعه وقال بعد ومأواه النار فهو لن يدخل الجنة أبدا لأن الله منعه ومأواه النار هذا هو الدليل على أنه خالد في النار إلى غير ذلك من الأدلة من الأدلة من السنة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة طويلة وهو من أطول الأحاديث التي في صحيح البخاري حينما يقع أهل النار إلى النار من الصراط ويجوز أهل الجنة الصراط ويحصل ويحصل قال يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أو يقول المؤمنون يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون إلى غير ذلك أنشفع فيهم فيأذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالشفاعة لإخوانهم من الموحدين قال قال فيأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من النار من شهد أن لا إله إلا الله ممن لم يشرك بالله أو ممن لم يشرك بالله شيئا قال فيخرجون أقوام من النار قد امتحشوا يعني أحرقتهم النار وصاروا كالفحم فيخرجونهم من النار كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة في رواية بالتاء وفي رواية النهر الحياة هكذا بالألف المقصورة نهر الحياة الشاهد من الحديث يخرجون من النار من لا يشرك بالله شيئا إذن معنى هذا وهؤلاء مؤمنون الذين دخلوا النار لأن الشفاعة لا تكون لي الكفار والمشركين فهم عذبوا ولكنهم أغريوا بسبب التوحيد إذن المشرك المشرك وعكس المواحد المشرك لا يخرج من النار يخلت في نار جهنم إلى غير ذلك من النصوص والأدلة الكثيرة المستفيدة أيضا الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال بخلاف الشرك الأصغر كالرياء مثلا في أصله هو الشرك الأصغر يحبط العمل الذي صاحبه وخالطه الرياء يحبط العمل الذي صاحبه وخالطه وهل كل ما ترى هذا سؤال كل ما ترى على قلب المؤمن من الرياء يحبط جميع العمل يحبط عفوا يحبط العمل الذي صاحبه وكرر السؤال هل كل ما ترى على قلب المؤمن من الرياء يحبط العمل الذي صاحبه الجواب فيه تفصيل قال العلماء كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله إذا جاء الرياء وخطر على قلب المؤمن خطر على قلب المؤمن من قبل أن يعمل العمل الصالح فاستجاب له المؤمن فإن عمله هذا حابط وإذا طرأ الرياء على قلب المؤمن ودافعه المؤمن وحاربه فإن عمله صالح ثالثا إذا عمل المؤمن عملا خالصا لله ليس فيه رياء في بدايته ولكن طرأ الرياء أثناء العمل قال العثيمين رحمه الله هذا الذي اختلف فيه العلماء فبعضهم قالوا العمل كله حابط العمل كله حابط الثالث قال العلماء إذا عمل المؤمن عملا لله من العبادات وبدأ العمل وهو مخلص النية في البداية ثم طرأ الرياء أثناء العمل من بداية العمل هذا العبد نيته خالص لله سبحانه وتعالى ولكن طرأ الرياء أثناء العمل يقول ابن عثيمين رحمه الله هذا الذي اختلف فيه العلماء منهم يقول العمل كله حابط إذا بين الأعمال نفسها فإذا كان عملا تكون من أجزاء جزئين أو أكثر فإن الجزء الأول الذي أخلص فيه مقبول عند الله والجزء الثاني الذي رأى فيه حابط عند الله هذا إذا كان العمل متكون من أجزاء قال ومثاله وبالمثال يتضح المقال قال ومثاله إنسان عنده مئة ريال فجاء مسكين وطلب من الناس المساعدة فأعطاه خمسين ريال وبقي معه خمسون ريال ثم ذهب هذا الرجل المتصدق إلى مكان آخر فوجد مسكينا آخر يسأل فأعطاه الخمسين الثانية فكان في الخمسين الأول مخلصا وكان في الثانية مرائيا فإن الله يقبل الأول ولا يقبل الثانية وهذا واضح قال ابن عثيمين رحمه الله أما إذا كان عملا واحدا غير غير متجز وأخلص في بدايتي ورأى في النصف الآخر من نفس العمل الواحد فإن عمله حابط وهذا هو الصحيح لماذا لأن الله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلابد أن تكون مخلصا في جميع العبادة مثلا إنسان صلى الصبح وهو ركعتان فركع الركعة الأولى وهو مخلص وفي الثانية راء فهل نقول يقبل الله عز وجل ركعة واحدة ولا يقبل الثانية ولا لا يقبلها كلها لا يقبلها كلها إذن كلام آه ومن عمل عملا أشرك فيه فيه معي غيري في رواية فهو للذي أشرك وفي رواية تركته وشركه أحسنت رواه مسلم في الصحيح والحديث قدسي طيب كذلك الشرك الأكبر يبيح الدم والمال لصاحبي الدليل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة في رواية فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أما الشرك الأصغر فغير مخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال ولا يخلد صاحبه في النار ولكن السؤال السؤال قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي غير الشرك يغفره الله تعالى ولكن الله عز وجل لا يغفر الشرك السؤال إن الله لا يغفر أن يشرك به هل بعدما علمنا أن الشرك الأكبر لا يغفر هل وصاحبه مخلد في النار هل الشرك الأصغر يخلد أبي يقول الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى ولكن صاحبه لا يغفره الله وصاحبه لا يخلد في النار الدليل نعم قلت دليل أنه لا يغفر الله يغفر في النار الشرك نعم أحسنت وده فيه خلاف شيخ ابن عثيمين قال اضطرب فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا يقول ابن عثيمين رحمه الله قال فابن تيمية شيخ الإسلام أحيانا يقول يغفره الله وأحيانا يقول لا يغفره الله قال ولكن الصحيح هذا ابن عثيمين رحمه الله قال ولكن الصحيح أن الله لا يغفر الشرك لا الأكبر ولا أصغر الدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وجاءت عامة في الشرك ولم تخصص نوعا معين أن يغفره الله ونوعا معين من الشرك لا يغفر الله وإنما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك كله لا يغفر الله حتى الأصغر لا يغفر الله ولكن صاحبه لا يخلت في في النار لا يخلت في النار لعموم الأدلة والنصوص وإجماع أهل السنة والجماعة أنه لا يخلت في النار إلا صاحب الشرك الأكبر المخرج من الملة والدليل هذه الآية قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا قل أي يا رسول الله قل للناس عام والمؤمنين والمشركين تعالوا تعالوا أي أقبلوا وهلموا أتلوا أقص عليكم وأخبركم بما أنزل الله عز وجل علي أتلوا ما حرم ربكم عليكم والآية فيها رد على جماعة الدعوة والتبليغ تلك الجماعة الضالة المبتدع المنحرفة فهم يقولون لا تكلم الناس في المحرمات لأن المحرمات هي أمراض الأمة وإنما كلموهم في فضائل الأعمال من السواك والنوافل وهي من العبادات ولكنها فضائل للأعمال فقالوا لا تتكلم في المحرمات أبدا لأن الحرام والكلام في المحرمات هذا نسميه بأمراض الأمة ونحن نريد أن نجمع الناس في مسجد بلال هذا والحاصل الرد عليهم هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم فكان هذا المجلس من النبي عليه الصلاة والسلام خاصا بالكلام في الحرام فقط أتلوا ما حرم ربكم عليكم فكلامهم هذا باطل ومنهجهم هذا عاطل ثانيا أتلوا ما حرم ربكم عليكم في جلسة واحدة قال العلماء هذا دليل على أن المحرمات وأن الحرام أقل من الحلال ودليل على أن المحرمات أقل من المنهيات أقل من المأمورات فالمأمورات كثيرة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به شف المأمور ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لأنه كثير المأمورات كثيرة لكن لما جاء للمنهيات والمحرمات قال وما نهيتكم عنه فاكتنبوه كله ما قال ما استطعتم وإنما في المأمورات قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي المنهيات قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله كله لأنه قليل وهذا دليل على سعة رحمة الله الحرام قليل والحلال والمأمورات كثيرة هذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ورد في نفس الوقت على الذين يقولون أنتم متشددون يصفون المتمسكين بالكتاب والسنة نقول لهم الكتاب والسنة فيه الحرام قليل الحرام قليل ولذلك قال الله تعالى وأحل الله البيع جميع أصناف البيوع الكثيرة التي لا حصر لها ولا عدد وحرم الربا طيب قل تعالوا أتلم وحرم ربكم عليكم أول هذه المحرمات التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحذر منها الناس ويتلوها على الناس أن لا تشرك به شيئا إذن هذا دليل على أن أي داعية وأي جماعة وأي إنسان تأهل إلى أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبدأ يبدأ بماذا؟ بالشرك بالنهي عن الشرك الذي هو أمر بالتوحيد لا بد أن يبدأ بالنهي عن الشرك الآن الحزبيون هذا رد على الحزبيين وجماعة الإخوان المسلمين بجميع شعبها وطوايفها يقولون أول شيء كلموا الناس في فضيل الأعمال مش كده ابن عمر؟ مش قال لكم كده بتاع غناطيبة ذاك؟ يقول لك لحد ما يحبوك لو حبوك شديد بعد ذاك وريهم العقيدة حبوك دا الدين كده دا الدين قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وانظر تأمل في هذه الآية قل يا رسول الله تعالوا جميع الناس تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فالداعية الذي عنده علم الفقيه الفطن الذكي الناجح المتبع لدعوة الأنبياء وطريق الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبدأ بالناهي عن الشرك والأمر بالتوحيد هذا هو الداعية الناجح وانظر إلى لقمان الحكيم ولقد آتينا لقمان الحكمة هكذا وصفه الله سبحانه وتعالى وأنزل صورة كاملة في القرآن باسمه دلالة على عظم هذا الرجل وعلى حكمة هذا الرجل البالغة من أبلغ حكمة لقمان وأول ما بدأ به لقمان الحكيم وهو يربي ابنه ويربي الأمة إلى يوم القيامة لأن الله قص خبره على الأمة إذا ليس الأمر خاصاً باللقمان بماذا بدأ لقمان الحكيم؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني هو صغير قام على الفطرة على فطرة التوحيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة على التوحيد على الإسلام فأبواه بعد ذلك يهوداني أو ينصراني أو يمجساني فابن لقمان رغم أنه قام على التوحيد ولم يشرك بدأ له لقمان بحكمته البالغة يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فأين جماعات الإخوان المسلمين وأين الحزبيون الذين يقولون لنا لا تكلموا الناس ابتداءاً في التوحيد ولا تنهوا الناس عن الشرك فإن هذا تنفير وابدأوا بقيام الليل وابدأوا بالفقه فإذا حبوكم بعد ذلك تكلموا بالشرك والتوحيد هذا كلام باطل الدليل هذه العية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ما هو أول المحرمات ألا تشركوا به شيئا فائدة أخرى من الآية لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى المحرمات بالشرك لأنه أعظم محرم ولأن الله عز وجل لا يغفره وفائدة عظيمة أخرى لأن الذي انتهى عن الشرك ووحد الله استجاب لباقي الأوامر وترك باقي النواهي في الغالب فإن التوحيد هو الأساس ونهيك للناس عن الشرك وأمرك للناس بالتوحيد بناء للأساس فإذا بني هذا الأساس سهل سهلت الحوائط وسهل السقف وسهل باقي الدين ولهذا الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي فهم هذه الآيات أعظم فهم على الإطلاق قال بني الإسلام على خمس فشبه الإسلام بالبنيان قال في رواية قال على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء إلى آخر وفي الرواية المشهور عندكم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو التوحيد قبل الصلاة قبل الصيام قبل الزكاة قبل الصيام قبل الحج أي داعية لا يبدأ كما أمر الله فهو فاشل ولو كانت لحيته حتى الأرض تجر مع الأرض داعية داعية فاشل وهي دعوة الحزبيين للآسمة الشديدة فهم يبدأ أولا للناس بالفق وإلى أن يموت الشيخ الحزبي يموت على كتاب الفق وهو لا يعلم التوحيد ولا يعلم الفق حتى ولذلك قال الإمام الجويني إمام الحرمين رحمه الله قال الفقه فقهان فقه أكبر هو التوحيد وفقه أصغر وهو الشرائع من الصلاة والصيام والزكاة والحرم ولهذا السبب اعتنى الصحابة والسلف الصالح بشرح وتبسير هذه الآية هذه الآيات من سورة الأنعام فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية ومعنى قول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي خلاصة الدين الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات في هذه الآيات خلاصة الدين ولم يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم هكذا وكتب وصية لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كتب وصية معينة وإنما أوصى بالكتاب والسنة فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع وهذا لفظ صحيح الجامع وصحاء الألباني رحمه الله هناك تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض وهما الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن أساس الدين وأساس الملة التي جاءت في الكتاب وبالسنة هو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك ولذلك أول ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحرم على الناس وأن يدعوهم حرم عليهم الشرك ودعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وفي هذا رد على الجماعات الضالة المبتدعة التي تنكر علينا وتقول كلامكم كل في التوحيد وكرهتون ونحن مشركين الذين قال قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام تعالوا قال له قل لهم تعالوا لم يكونوا كل مشركون وإنما فيهم الصحابة وفيهم المشركون من قريش جميع الناس جميعهم قال لهم قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وابن لقمان وابن لقمان الحكيم لم يكن مشركا ولكن قال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين على الإطلاق قال الله لو لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا رسول الله يا محمد لئن أشركت أنت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد أمر بالتوحيد لرسول الله وناهي عن الشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بل الله فاعبد وكن من الشاكل قال إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهذا الجزئية الأخيرة من الآيات جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي أن ابن مسعود نفسه رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خطا مستقيما وقال هذا صراط الله وخط عن يمين خطوطا موجه وعن شمال خطوطا موجه وقال هذه السبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه وقرى هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل في الصراط أفرذ صراطي واحدا والسبل جمعت ولا تتبعوا السبل ما هو السبب لأن طريق الحق واحد كما قال الشافعي فيما نقل الألباني في مقدمة صفة الصلاة قال الشافعي رحمه الله الحق واحد واحد فلا يمكن لاثنين أو لفريقين يختلفان ويتضادان لا يمكن أن يكونا كلاهما على الحق لا يمكن أبدا ولا يمكن لمنهجين أن يكونا كلاهما على الحق أبدا إما أن يكونا كلاهما على الباطل والحق مع غيرهما الاثنين وإما أن يكون الحق مع طرف والباطل مع الآخر وفي هذا رد على الأخوان المسلمين توحيد أهل القبلة ودعوا إليه إمام الحرم الضال لا يمكن لقبلة أن تتوحد في صفرة فإن هذا هو مشروع تسمين أهل القبلة وليس توحيد أهل القبلة لأن توحيد أهل القبلة لا يحصل إلا إذا توحدت قبلتهم وتوحدت عقيدتهم فمن المؤمنين أو المؤمنون يحجون إلى بيت الله الحرام إلى مكة ومن الذين يزعمون الإيمان بل يزعمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول عن شيخه كما قال البرعي هذا كلام البرعي زورت حجة ورؤياه عيد زورت حجة ورؤياه عيد وهم يجوزون الطواف بالقباب ويجعلونه كالطواف بالكعبة بل أفضل أين أهل القبلة هذا باطل ولكن هذا من جماعة الأخوان المسلمين تطبيق عمل لقاعدة وضعها إمامهم وسيدهم حسن البنة نعمل سوياً فيما اتفقنا فيه ويعزر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه قبحه الله وقبح قاعدته باطل هذا كله باطل لأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أغريت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا هذا باطل وهذا الأثر ضعفه الإمام الألباني أثر بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم كيف لحد دينا هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وصحبه أنا بكرة مسافر بأخذ زي 13 يوم بكون غايد فالدرس الاثنين الجاي ما بكون يعني فيه ما عارف إن شاء الله لكن الاثنين الجاي داك وغالبا أجي لكن بوروكم الإخوان إن شاء الله بالرسائن إذا جيت لكن الاثنين الجاي دا ما في درس إن شاء الله أكلموا الناس برضو أخبروهم رسلوا لهم رسائل ووروهم لأنه فيه ناس قد يكونوا ما جوا الليلة يجوا الاثنين الجاي الناس بيجوا من بعيد وكده ووروهم إن شاء الله